المشاهدون والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصرنا أن نرحب بكم عبر الفضائية المستقلة إرسات في بداية برنامجنا لهذا اليوم والذي نستهله كالمعتاد بنشرة الأخبار إليكم فيما يلي عنوينها المواطنون في الداخل يسخرون من ادعاءات النظام في التنمية والتطوير رئيس مجلس السيادة في السودان يقيل نائبه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ويعين خلفا له أحد قادة الحركات المسلحة ووزير الداخلية الإيطالية يبحث ملف الهجرة غير الشرعية مع الرئيس التونسي كانت تلكم سيداتي سادتي عنوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إرسات الفضائية المستقلة أفادت مصادر إرسات في الداخل بأن ادعاءات النظام وتقاريره حول برنامج التنمية والإعمار خلال الثلاثين عامنا الماضية هي مدعاة للسخرية والتهكم وقال المواطنون الذين تمكنت إرسات من التحدث إليهم من داخل إيرتريا أنه لم يكن يخطر ببال أحد أن يؤول الوضع في إيرتريا بعد ثلاثين سنة من الاستقلال إلى هذه الحالة المزرية والتي نعيشها اليوم ولكن السياسات الفاشلة والتجارب العبثية لمجموعة الهقدف أوصلت البلاد بالفعل إلى هذا المستوى المتردي في البنية التحتية والخدمات الضرورية كالصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها وأضاف المتحدثون أن تبجح النظام وتفاخر في وسائل الإعلام بتنفيذه عددا من السدود أو تأهيله مجموعة من الدارسين أشبه ما يكون بذر الرماد في العيون ويؤكد ذلك إلى أي مدى أن النظام لا يحترم عقل المواطن الإيرتريب وأنه ما زال في غيبوبة عن إدراك وعي الشعب الإيرتريب والذي أضحى لا تنطلع عليه مثل هذه الإدعاءات مؤكدين أن إيرتنيا ومقارنة بالدول الإفريقية التي شهدت تطورا وقفزة اقتصادية وتنموية كناميبيا التي نالت استقلالها قبل إيرتريا بعام واحد أو راوندا التي عصفت بها الحرب الأهلية وشهدت استقرارا بعد استقلال إيرتريا بثلاث سنوات فإن إيرتريا لديها من الإمكانيات والموارد البشرية ما يمكنها من أن تتصدر المشهد في التنمية والتطور أكثر من هذه الدول لو أتيحت لها الفرصة المناسبة لاستقلال مواردها بشكل أفضل وقال المتحدثون إن شعب إيرتريا شعب صامد وأنه قادر على تجاوز هذه الأزمة بعد إزالة النظام وتحويل الوضع إلى أفضل مما كان عليه من قبل النظام أقال رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني عبدالفتاح البرهان نائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميت من منصبه الرئاسي بمرسوم دستوري أصدره يوم الجمعة الماضي كما أصدر البرهان مرسوما آخر كلف بموجبه عضو مجلس السيادة مالك عقار القيام بمهام نائب رئيس المجلس وتأتي هذه الخطوة بعد 35 يوما من اندلاع المواجهات بين الجنرالين وفي أول تعليق له بعد تولي المنصب أكد مالك عقار أن قبوله بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة ليس بديلا لأحد أو انحيازا لأي طرف غير السودان ويراس عقار فصيلا مسلحا من الحركة الشعبية لتحرير السودان وقع على اتفاقية جبل السلام مع الحكومة المدنية في العام 2020 هذا وتجددت الاشتباكات في مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة نيالة جنوب دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع ونقلت الجزيرة عن مصادر محلية في مدينة نيالة إن المدينة شهدت اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في محيط السوق الكبير وبالقرب من قيادة الفرقة السادسة عشر التابعة للجيش من جانب آخر أعلنت الأمم المتحدة أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في السودان يقدر بنحو 25 مليون شخص وأن المنظمة بحاجة إلى ثلاثة مليارات دولار كمساعدات طارئة وضرورية للبلاد وللفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين تجاوز عددهم المليون شخص حسب إحصاءات المنظمة الدولية وأكد مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في جنيب أن 25 مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية موضحا أن هذا الرقم هو الأعلى تسجيل على مر التاريخ في السودان وأن الأمم المتحدة بحاجة إلى مليارين وخمسمائة وستين مليون دولار للداخل السوداني مقابل مليار وسبعمائة مليون وفق تقديرات نهاية العام الماضي في النبأ الأخير لهذه النشرة قام وزير الداخلية الإيطالي ماتيوس بيانتدوس بزيارة إلى تونس الأسبوع الماضي التقى خلالها بالرئيس التونسي قيس بن سعيد وعقداء مباحثات تركزت في سبل محاربة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط وأشاد وزير الداخلية الإيطالي بجهود تونس في محاربة الهجرة غير الشرعية مؤكدا على استعداد بلاده للتعاون مع تونس في هذا المجال من جهته أكد الرئيس التونسي قيس بن سعيد أكد على حرص تونس في محاربة الهجرة غير الشرعية وأن تونس هي الأخرى ضحية لهذه الظاهرة وأوضح أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة من خلال المقاربة الأمنية وإنما من خلال القضاء على أسبابها الأساسية داعيا إلى عقد اجتماع دولي على مستوى الرؤساء أو وزراء الداخلية للدول المعنية بالإضافة إلى إشراك الدول التي يتدفق منها المهاجرون غير الشرعيين بينما قالت السلطات التونسية أنها تعتقل عشرات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا الأراضي التونسية بطرغ غير شرعية وأكدت أنها أوقفت في الأيام الماضية عشرين قاربا واقتادت ركابه الذين يقدر عددهم بأكثر من ثمانمائة شخص إلى المعتقلات وتعتبر زيارة وزير الداخلية الإطالي الثانية منذ مطلع العام الحالي حيث كان قد زار تونس في شهر يناير الماضي وتأتي هذه الزيارات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها إيطاليا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تنطلق من سواحل المتوسط في شمال إفريقيا لا سيما في مثل هذه الأيام التي يشهد فيها البحر الأبيض المتوسط هدوء النسبية وتفيد التقارير الدولية أن أكثر من أربعة عشر ألف مهاجر عبر البحر المتوسط قلال الأربعة أشهر الماضية فإنما غرق أكثر من ألف شخص خلال هذه الفترة بهذا أصلوا إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية هذه النشرة تقبلوا تحياتي محدثكم إدريس سليمان خليفة في التحرير والتقديم والترجمة مقرونة بتحية الزملاء في القسم العربي أحمد شريف في الإشراف والمتابعة وعود تسفيه النسكداني في الإخراج والمنتاج وإلى نلتقيكم مجدداً في نشرة قادمة لكم مني أطيب المناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة